اشتركوا في القناة بعدين بيتكلم في نفس الإصحاح في آية 13 فإنكم إنما دعيتم للحرية أيها الإخوة غير أنه لا تصير الحرية فرصة للجسد بل بالمحبة اخدموا بعضكم بعضا لأن كل النموس كل الشريعة في كلمة واحدة يكمل تحب قريبك كنفسك فجاء المسيح فعلا يحررنا مش بس من الخطية جاء المسيح ليحررنا من التقاليد البالية تعرفوا في بداية الكنيسة كان في كتير مؤمنين اللي جاءوا من خلفية هدية وبالذات من مذهب الفرسيين وبعدين صاروا يحطوا أعباء أحمال على المؤمنين من الأمم إنه عشان تكون مسيحي لازم تصير يهودي يعني لازم تختتن بالأول ولازم تحافظ على الشريعة وحدث المجمع الأول في أورشليم ويطلعوا في القرار إنه ما في حاجة للأمم إنه يتهودوا دعاة التهويد فغلاطية بولوس الرسول في رسالته لغلاطية بقول طب هل يعني هذا الإنجيل اللي أنا بشرتكو فيه وأنا بشرتكو بإنجيل الحرية بإنجيل الخلاص بالإنجيل اللي فعلا لا إحنا ولا أبائنا ولا أي شخص قدر إنه يكمل هذه الأعمال أمعقول نرجع نرتبك في أعمال العبودية طبعا بيتكلم هون عن حرفية النموس بيتكلم عن التقاليد البالية حتى لدرجة رب يسوع قال للفرسيين أبطلتم وصايا الله بتقليدكم يعني عم بيحطوا التقاليد وعم بيحطوا كل الأمور الأخرى أمام شريعة الرب وما في أي إنسان قدر يعني يكملها وبالواقع إنه كل إنسان عجز إنه يكمل هذا الشيء فجاء المسيح لي يحررنا ترجمة نانسي قنقر